اخر حاجة بمطلع الفاصل انت بتتكلم على ارقام خسام حسن مع منتخب مصر لغاية النهاردة بعد المباراة العشر لو استعرضناها يمكن احنا كنا جايبين بقى تسع مباراة قبل الماتش ده نشوف هو هي هزيمة واحدة بس اللي هي كانت قدام كرواتي ففي عشر ماتشات ان هو يخسر ماتش واحد وان هو يتأهل لكاسل الامم بمتصدر مجموعته في كاسل عالم بشكل كويس زي ما قلنا كده ان هو هي الارقام دي كانت قبل ماتش النهاردة فالنهاردة هيبقى عشرة هيبقى كسب ستة وتعادل تلاتة وخسر واحد صح احرص 18 جون واستقبل 8 اهداف في كام في عشر ماتشات وحافظة عن صافة شباكو 5 ماتشات بس من عشر يبقى النقطة اللي الكابتن حسام محتاجي عليجها ايه نقطة ان هو بيستقبل اهداف كتير شوي 5 اهداف في عشر ماتشات كتير الحاجة التانية في نقطة برضو هو بصراحة عامل اداة كويس وعمل فريتين بشكل كويس بس انا بشوف ان بيحصل تراجع بدني في اخر ربع ساعة في ماتشات منتخب مصر مع الكابتن حسام دي برضو لازم يشوف ليها حلول لاننا بنتكلم في الايجابي وبنتكلم في السلبي لان انت لازم تتكلم في السلبي في الفترة دي عشان تشوف حلول للفترة اللي جاي